ينضم إلينا من الخرطوم السيد شوقي عبد العظيم الكاتب والمحلل السياسي سيد شوقي أهلا بك كما يقول رئيس الوزراء ترسيخ الديمقراطية وتجاوز الخلافات حتى نحقق أهداف الثورة وأيام الحراك السياسي كم تعتقد أن السودان يحتاج من الوقت والجهد حتى يحقق هذا نعم مؤكد هو يحتاج إلى جهد كبير وخاصة الرسالة التي قالها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هي موجهة في الأساس إلى القوى السياسية بعد أن بدأت بوادر تصدعات وبوادر خلافات داخل الأجسام التي قادت الحراك الثوري في السودان وأسقطت نظام المخلوع عمر حسين أحمد البشير هذه الرسالة يريد أن يقول نحن في الطريق ويجب أن نتوحد ويجب أن نستمر حتى نحقق ما خرج الناس من أجله وتحقيق الاستقرار السياسي وتحقيق حكمة ديمقراطية وتحقيق العدالة وتحقيق التنمية للشعب السوداني فهذه هي الرسالة التي أرسلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في هذه المرحلة للقوى السياسية تحديدا لقوى الثورة الحية بكل أشكالها سيد شوق أريد أن أسأل مدة العام هذه التي تمر اليوم على ذكرى مجزرة القيادة العامة ما الذي تحقق من وعود محاسبة المسؤولين والمتورطين بدم السوداني؟ بعد مجزرة القيادة العامة الحديث الأسيف الذي حدث ظل الجدل في السودان لم تتشكل الحكومة حسب خلاف كبير الحكومة اليوم عمرها تسعة أشهر لم تكمل عامها بعد منذ تأسيسها وعبد الله الرئيس الوزراء في أكثر من لقاء يقول أن ما زال الوقت مبكر وإنما يرسموا ملامح المرحلة المقبلة ويضع الطريق حتى تخرج البلاد مما هي فيه هو يقول أن الفترة ما زالت مبكرة لتغييم أداء الحكومة بشكل قاطع ونهائي ولكن الآن بدأت الناس يتنسم الحرية في السودان يتنسم الحكم الجديد والعدالة خطط التنمية بدأت تتضح ملامحها ولكن الشعب السوداني نفسه يرى أن المسألة تحتاج إلى وقت ويرى أن أداء الحكومة عليه ملاحظات مؤكدة في هذه المرحلة ولكن الكثيرين حتى الآن يتعاملوا مع حكومة المرحلة الانتقالية بالصبر حتى الآن طيب هنا سيد شوقي مسألة محاسبة المتورطين أو أنصار النظام السابق من تورط بالدم السوداني أو أهدر المال العام هل يمكن بالفعل أن تتحقق حتى بعد سنوات من الآن قياسا على تجارب إقليمية ضاعت هذه الوعود وسط المصالح السياسية وحتى التحديات بشكل أدق الثورة في السودان توفر لها جو مختلف بشكل ما هي مسألة الوجود الحاضن السياسية المتكونة من قطاع كبير من القوى السياسية ثم الحكومة الفترة الانتقالية التي تشكلت من تكنقراط ثم هذا المسج بين المدنيين والعسكريين في حكومة واحدة ثم حراسة هذه الثورة بالقطاعات الشارع الحية من لجان مقاومة وغيره هذه المسألة تؤهل بشكل كبير تحقيق العدالة ومطالبة النظام السابق وتكونت قانون جديد هو قانون استرداد الأموال وإزالة التمكين الذي كان في العهد السابق الآن عدد كبير من رموز النظام موجودين في المعتقلات ينتظرون محاكمات الثورة أنجزت محاكمة الرئيس السابق المخلوع عمر حسين أحمد البشير وأودعته السجن محكوما بعامين بعد أن سبت تورطه في فساد مالي هذه هي خطوات العدالة التي ينتظرها الناس وفي مؤكد لن تتحقق العدالة كاملة هناك حديث الآن عن عدالة انتقالية ومصالحات حقيقة ومصالحة كما حدث في كثير من الدول الأفريقية ولكن رموز النظام من الواضح أنهم سيحاكموا سيقدموا لمحاكمات نعم طيب هنا ذكر رئيس الوزراء نقطة مهمة ذكرناها في البداية ولكنها تحتاج إلى شيء من الوقف تجاوز الخلافات الداخلية والنظر إلى الأهداف الكبرى بهذا المعنى هل الأطراف الداخلية مستعدة لنبذ الخلافات وتقديم مصلحة البلاد على مصالحها الحزبية والخاصة؟ هذا هو المحك الحقيقي للمرحلة المقبلة أن تتجاوز الأحزاب السياسية خلافاتها أن تتجاوز مكاسب السياسية ومكاسب استعدادها لانتخابات المقبلة على حساب الوطن على حساب برنامج الفترة الانتقالية هذا ما عناه رئيس الوزراء تحديدا رأينا أن حزب كبير مثل حزب الأمة في السودان بدأ يتراجع من دعم كتلة الحرية والتغيير الكتلة التي غادت الحراك بعض الأحزاب الآن ترى تحاول أن تلعب مصالح السياسية بطرق مختلفة هذا هو المشهد الآن الذي يتخوف منه الناس جميعا وتتخوف منه القوى السياسية وتخوف منه حتى رئيس الوزراء رئيس حكومة الفترة الانتقالية إذا تجاوزنا هذه العقبة وعادوا الناس إلى المزاج القديم المزاج الذي أسقط نظام الإنقاذ أعتقد أننا بشكل كبير هذه الثورة ستحقق كثير من أهدافها ولكن هذا هو المحق الحقيقي الذي سيتبلور في الأيام المقبلة من الخرطوم السيد شوقي عبد العظيم الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك